بداية تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبشكل رسمي تحرير وتطهير مدينة السرط من الإرهاب ومن المجرمين مدينة السرط المدينة الليبية العزيزة على قلوبنا طالما فكرنا فيها طالما وضعنا لها عدة خطط عسكرية ودائما كنا نؤجل العمليات حتى لا تقع سرط مجدد عن ضحية لاجتباكات مسلح وبالتالي القيادة العامة للقوات المسلحة وبعد دراسة مستفيدة وبعد تحليل الموقف العسكري الموقف العام والموقف الخاص موقف وحداتنا المقاتلة قدمت مجموعة من الوحدات أنشأت غرفة عمليات تحرير سرط تمكنت هذه الغرفة وبضربة خاطفة شجاعة من رجالكم من قواتكم مسلحة سيطرت بالكامل على مدينة السرط وطهرت مدينة السرط وأرجعت هذه المدينة إلى حاضنة الوطن رأيتم في القنوات الفضائية كيف أهالي سرط خرجوا لتظاهروا ليرحبوا بقواتهم مسلحة ليشاركوا قواتهم المسلحة فرحة تطهير المدينة من الارحاب لماذا كان هذا التوقيت ولماذا كان هذا الصباح هو الموعد المحدد لقيام بهذه العملية العسكرية أولا القيادة العامة ومن خلال الاستطلاع الدائم لكافة مناطق ليبيا رأت أن مدينة السرط أصبحت حاضنة رئيسية للإرهاب وبدأت هناك بؤر إرهابية خطيرة تتبع حتى لتنظيم داعش تتبع لتنظيم القاعدة هناك مجرمين كل ضوال هذه الأرض بدأت تجمعونها في سرط من جديد كان الغاية والهدف من تجمع الإرهابيين في مدينة سرط هو التقدم أو المهاجمة الحقول النفطية التي قدمنا فيها رجال أعزاء علينا من أجل حماية قوت الليبيين ومقدرات الشعب الليبي الرئيسية هذه المنطقة الحساسة بالنسبة للليبيين نحن دفعنا دماء من أجل المحافظة عليها من أجل أن تكون دائمة في إنتاج استمرارية وهذه دموة الإنتاج وبالتالي نحن لن نرضى أبداً بأن تكون هناك مجموعة أو تكون هناك مجموعة إجرامية إرهابية تعاود الهجوم على هذه المنطقة وبالتالي قرر سيد القايد العام للقوات المسلحة العربية الليبية القيام بضربة استباقية للجماعات الإرهابية في مدينة سيرت هذه الضربة التي خطت لها بشكل جيد جداً بعناية تامة تحت شراف مباشر من سيد القايد العام وكل ضباط العمليات حقيقةً شاركوا في تنفيذ الخطة التي وضعت من سيد القايد العام وتم التنفيذ بدقة متناهية في خلال ساعات لم تتعدى الثلاث ساعات تقريباً كنا في قلب مدينة سيرت الآن القوات المسلحة ليست من مهامها السيطرة ليست من مهامها الاحتلاج مثل مروج البعض ليست من مهامها أن تكون سيرت مع أي طرف لا ليست هذه من مهام القوات المسلحة مهام القوات المسلحة هو ارجاع الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية الشريفة الكريمة لأهالي مدينة سيرت ولمدينة سيرت الغالية وبالتالي كانت عملية خاطفة سريعة برق خاطف آخر قاده سيد القائد العام لتطهير ليبيا من الارهاب ومن الجريمة هناك علاصر إجرامية خطيرة خرجت وهربت من مدينة سيرت باتجاه الغرب وبالتالي نؤكد وبشكل رسمي أن هذه العملية لا تستهدف أي مدينة كانت ولا تستهدف أهالينا في مصراتة ولا تستهدف أي مكون آخر في مصراتة بل تستهدف تطهير مدينة سيرت تطهير وأكرر هذه كلمة تطهير مدينة سيرت من عناصر الرهابية كانت تنوي المهاجمة أو مهاجمة الحقول النفطية وبالتالي هناك عناصر خطيرة خرجت من سيرت قد تذهب الآن إلى مصراتة أو إلى أي مدينة أخرى في تلك المنطقة ونوجه أهالي تلك المدن وتلك المناطق بعدم السماح لهذه العناصر الإجرامية الدخول إلى مدنهم على الإطلاق عليهم مطاردتهم عليهم القبض عليهم لأن القوات المسلحة تطارت فيها أولا الآن المطاردة التي تتم بشكل ناجح الآن في إطار القضاء على ما تبقى من مجموعات إرهابية هاربة من مدينة سيرت كيف كانت العملية وكيف خططها سيد القيد العام سنوضح ذلك من خلال الخريطة التوضيحية للعمليات العسكرية صباح هذا اليوم مثل ما تشاهدوا الآن في هذه الخريطة استخدمنا بداية ضربات جوية مكثفة على مواقع عديدة في قاعدة القرضبية في كتائب أمنية سابقة في مدينة سيرت حول ميناء مدينة سيرت قمنا بضربات لمدة ساعات متتالية حتى ندمر القدرة القتالية للعدو ويصبح غير قادر على القيام بالرد على قواتنا المسلح المبدأ الأول الذي كان في هذه العملية هو مبدأ سرية تامة لم نصرح أبدا بتقدم قوات نحو مدينة سيرت بالرغم أن هناك بعض التسريبات لكن نحن غير مصنون عن هذه التسريبات ولكن بشكل رسمي لم نتحدث بتقدم أي قوات حول مدينة سيرت في الوقت الذي منذ حوالي أسبوعين وهناك قوات ضخمة تتقدم نحو مدينة سيرت وتتمركز في مواقع في شرق المدينة وفي جنوب الشرقي ترجمة نانسي قنقر